تتمت رواية الأبله للكاتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي الفصل الرابع تمتاز كل من الآنسات الثلاث أي بانشين بأنها قوية الجسم نظرة زاهرة وبأنها مهبة الطلعة على منكبين عريضين وصدر جميل وذراعين لا تكادان تقلان قوة عن ذراعي رجل وبحكم هذه الصحة وهذه القوة طبعا كنا يقدرنا قيمة وجبة من وجبات الطعام حق قدرها ولا يحاولن أن يخفين ذلك البتة وكانت أمهن الجنرالة إليزابيت بروكوفيفنا يسوءها في بعض الأحيان أن ترى هذا صراحة في شهوتهن للطعام وإقبالهن عليه غير أن جزءا كبيرا من نصائحها وتوصياتها قد فقد في الواقع ما كان لهذه النصائح وهذه التوصيات من سلطان عليهن وتأثير فيهن رغم أنهن ما زلنا يصطنعن في قبولها مظهر الامتثال والإدعان وقد أخذ التحالف بين الأخوات الثلاث يثير الجنرالة في كثير من الأحيان وهي امرأة تحرص على رزانتها ووقارها أشد الحرص وترى أن الأفضل أن لا تناقش وتجادل بل أن تقبل وأن تسلم صحيح أن المزاج كثيرا ما ينتصر ويتمرد على قرارات العقل حتى لقد أخذت إليزابيت بروكوفيفنا تغضو سنة بعد سنة أشد نزوة وأقل صبرا بل وأجمح خيالا ولكن لما كانت ما تزال تملك زوجا أحسنت ترويضه حتى صار طوعا لها فإن زوجها هذا هو الذي كانت تصب عليه ما يطفح به قلبها فكان الإنسجام يعود عندئذ إلى المنزل وكان كل شيء يجري بعد ذلك على ما يرام على أن الجنرالة ما كانت تفقد شهوة الطعام فهي في العادة تشارك بناتها وجبة الإفطار الوفيرة التي تكاد تكون من وفرتها غذاء والتي تقدم بعد الظهر بنصف ساعة وتكون البنات قبل هذه الوجبة قد تناولنا مع أسرتهن فنجانا من القهوة في الساعة العاشرة تماما فهذه عادة من العادات ألفناها وترسخت فيهن منذ زمن طويل حتى إذا أزفت الساعة الثانية عشر والنصف فرشت المائدة في غرفة الطعام الصغيرة المتاخمة للجناح الخاص الذي تحتله إليزابيت بروكوفيفنا فإذا كان وقت الجنرال لا يضيق عن المشاركة في هذه الوجبة العائلية الحميمة شارك فيها أما ما تضمه الوجبة فهو عد الشاي والقهوة والجبن والعسل والزبدة لحوم مشوية أضلع ونوع خاص من الفطائر تحبه الجنرالة حبا خاصا وربما ضمت المائدة كذلك مرقا ساخنا مكثفا في الصباح الذي تبدأ فيه قصتنا هذه كانت الأسرة كلها مجتمعة في قاعة الطعام تنتظر الجنرال الذي كان قد وعد بالمجيء في الساعة الثانية عشر والنصف فلو أنه تأخر عن المجيء ولو دقيقة واحدة إذن لأسرعنا يرسلنا إليه من يبحث عنه فها هو دا يدنو من زوجته ليحييها ويقبل يدها فيلاحظ على وجهها تعبيرا خاصا جدا ورغم أنه كان في عشية ذلك النهار قد أوجس بأن شيئا من هذا سيحدث بسبب قصة ما على حد تعبيره ورغم أنه حين نام في المساء فكر في هذا بكثير من القلق فقد استولى عليه خوف واعتراه رعب وجاءت بناته فقبلناه كان لا يبدو عليهن أنهن غاضبات ومع ذلك كان ظاهرا هنا أيضا أنه تمت شيئا غير طبيعي صحيح أن ظروفا معينة كانت قد جعلت الجنرال كثير الظنون شديد الارتياب لكنه وهو رب أسرة خبير حذق قد أسرع يتخذ الإجراءات اللازمة لعلنا نستطيع دون أن نفقد قصتنا هذه مسارها ومعالمها أن نتوقف هنا قليلا فنقدم بعض الشروح فكرة أقرب إلى أن تكون مباشرة ودقيقة وواضحة على الأوضاع والظروف التي كانت عليها أسرة الجنرال أي بانتشين في الوقت الذي تبدأ فيه هذه القصة سبق أن أشرنا إلى أن الجنرال كان رغم ضآلتي حظه من الثقافة ولقد كان على كل حال يفتخر بأنه عصامي علم نفسه بنفسه كان زوجا خبيرا وأبا بارعا ولقد قرر خاصة أن لا يحث بناته كثيرا على الزواج وكان لا يحرص على أن يعلق نفسه فوق رؤوسهن بغير انقطاع وأن يعذبهن دائما بحب أبوي يسعى إلى سعادتهن كما يحدث هذا في كثير من الأحيان حذوثا طبيعيا بغير قصد أو إرادة حتى في عقل الأسر التي عندها بنات للزواج حتى لقد استطاع أن يقنع زوجته بهذا المذهب وتلك مهمة بالغة الصعوبة لأنها تعارض غريزة المرأة غير أن حجج الجنرال وأذلته قد أثمرت لأنها كانت تتناول وقائعا محسوسة وملموسة وكان أسلوبه هو التالي إن البنات إذا تركت لهن حرية التصرف فلابد أن يصلن من تلقاء أنفسهن إلى حل معقول فيجري الأمر عندئذ سريعا لأنهن يقبلن عليه بقلوبهن متخليات عن النزوات الطارئة وعن الغلو والمبالغة ولا يكون على الأبوين بعد ذلك إلا مراقبتهن بمزيد من اليقظة والتخفي ليجنبهن اختيارا رديئا أو انحرافا سخيفا حتى إذا آن الأوان ساعدهن بكل ما لهما من قوة ليقودهن في الاتجاه السليم هذا عدا أن ثروة الأسرة تربو سنة بعد سنة بتزايد هندسي ومركزها الاجتماعي يعلو ويصمق فكلما انقض الزمن جنت البنات من ذلك نفعا حتى من جهة الخطبة ولكن ذلك كله قد أضيفت إليه واقعة جديدة هي أن البنت الكبرى قد بلغت الخامسة والعشرين بسرعة مفاجئة كأنما على غير توقع كما يحدث ذلك دائما وفي تلك الآوانة نفسها تقريبا أعرب أتاتازي إيفانوفيت شتوتسكي وهو رجل من علية القوم له علاقات رفعة وثروة خارقة أعرب مرة أخرى عن رغبته القديمة في الزواج إنه في الخامسة والخمسين من عمره تقريبا ذو طبع لطيف محبب ودود وذو ضوق رفيع مرهف رقيق كان يريد لنفسه زواجا جميلا إنه يقدر الجمال كما لا يقدره مثله أحد وإذا ربطته منذ مدة بالجنرال إبانتشين صداقة كبيرة كانت تعززها وتقويها مصالح مشتركة في بعض المشروعات المالية فقد سأله أن ينصحه كما ينصح الصديق صديقه إذ هل يستطيع أن يخطب إحدى بناته وهكذا فإن الحياة الهادئة الوادعة المنظمة المرتبة التي كانت تعيشها أسرة الجنرال إبانتشين أصبحت موشكة على اضطراب يقلبها رأسا على عقب إن أجملاء البنات الثلاث كما سبق أن ذكرنا ذلك إنما هي الصغرى أجلايا بلا مراء ولا جدال ولكن توتوتسكي نفسه رغم أثرته المفرطة قد أدرك أنه ليس له أن يعقذ آمالا من هذه الناحية وأن أجلايا ليست له ومهما يكون من أمر سواء أكانت أخت أجلايا تحبانها حبا أعمى أم كانت تحملان لها عطفة مسرفة في الحماسة فالمهم أن أسرة أيبانتشين كانت تتوقع للأخت الصغرى أجلايا بصدق وإخلاص لا مصيرا عاديا بل حياة تقترب أكبر اقتراب ممكن من المثل الأعلى للفردوس الأرضي فيجب أن يكون زوجها المقبل رجلا يتمتع بجميع صفات الكمال وأن يحقق جميع أنواع النجاح فضلا عما يجب أن ينعم به من ثراء حتى إن الأختين كانت قد قررت فيما بينهما دون كلام كثير لا طائل تحته أن تضحي بنفسهما في سبيل أجلايا إذا اقتضى الأمر ذلك وقد أعدت الأسرة للفتاة أجلايا مهرا ضخما مميزا وكان الأبوان على علم بالاتفاق الذي تم بين الأختين الكبيرتين ولذلك حين سأل توتوتسكي صاحبه الجنرال أي بانتشين أن يسدي إليه النصح فإن الأبوين لم يشك كثيرا في أن إحدى البنتين لن ترفض تلبية رغبتهما لا سيما وأن توتوتسكي ليس من الرجال الذين تستوقفهم مسألة المهر والجنرال رجل صاحب خبرة وتجربة لذلك قدر الخطوة حق قدرها وإذ إن توتوتسكي نفسه قد فرض على نفسه بسبب بعض الظروف تكتما كبيرا في المباحثة حول هذا الأمر فاقتصر على جس النبض أو سبر الأرض إن صح التعبير فإن الأبوين من جهتهما لم يذكر للبنات إلا افتراضات غامضة وتخمينات مبهمة فحصل في مقابل ذلك من البنات على تأكيد غامض مبهم هو أيضا لكنه مواسن بأن الكبرى أليكساندرا قد لا ترفض إن أليكساندرا على كون هذا تطبع صلب وخلق ثابت فتاة عاقلة دمثة ليينة سهلة المعاشرة ولقد ترتضي أن تتزوج توتوتسكي فإذا تأهدت بأن تتزوجه برت بعهدها ولم تخلف الوعد إنها لا تنشد حياة براقة ساطعة ولا خوف معها من مصاعب ومتاعب ولا خوف معها من انقلاب مباغت بالعكس إنها تستطيع أن تجعل الحياة ناعمة وادعة يرفرف عليها الهدوء والسلام وهي فتاة جميلة وإن لم تكن ساطعة التألق هل كان يمكن لتوتوتسكي أن يمني نفسه بأكثر من هذا ومع ذلك ظلت القضية تتقدم بخطة بطيعة وتلمس متوجس فكان توتوتسكي والجنرال بفضل اتفاق ودي يتجنبان أن يقوم الآن بأي خطوة رسمية حاسمة وكان الأبوان ما يزالان لا يكشفاني للبنات بالأمر صراحة حتى لقد كان يمكن أن يلاحظ المرء أن بينهما شيئا من الخلافث الرأي أما الجنرالة بصفتها أما فقد أخذت تظهر شيئا من عدم الرضا وكان ذلك أمرا على جانب كبير من خطورة الشأن وهناك عذا ذلك ظرف معقد شائك كان يعرض المشروع كله للإخفاق إخفاقا حسما إن أصل هذا الظرف هذا الظرف المعقد الشائك على حد تعبير توتوتسكي يرجع عهده إلى زمن بعيد إلى ثمانية عشر عاما خلات فعلى مقربة من إحدى الأراضي التي يملكها أتانازي إيفانوفيتش وهي أرض تقع في أحد أقاليم وسط روسيا كان يعيش ملاك صغير فقير الحال تقريبا وكانت حياة هذا الرجل سلسلة من المصائب والنوازل سلسلة تبلغ من التتابع والاتصال أنها تشبه أن تكون حكاية من الحكايات أو قصة من القصص هو ضابط محال على التقاعد سليل أسرة عريقة النبالة لعلها تفوق في رفعة المحتذي أسرة توتوتسكي كان اسمه فيليب أليكساندروفيتش بارشكوف وقد استطاع أخيرا وهو غارق في الديون مرهق برهن عقاراته استطاع العمل الشاقة والجهد المضني وبشغل يشبه أن يكون في قسوته ومشقته شغل فلاح أن يعود إلى استثمار أرضه الصغيرة استثمارا مناسبا وكان أيسر نجاح يحققه يبث فيه شجاعة خارقة ويعيد إليه أملا كبيرا حتى امتلأ ثقة وطمأنينة وتفاؤلا وذهب ذات يوم إلى مركز الإقليم ليقابل أحد دائينه الكبار ليبرم معه اتفاقا أو ينتهي معه إلى تسوية في حدود الإمكان فلما كان اليوم الثالث من إقامته بمركز الإقليم رأى عميد قريته يصل إلى المركز على حصان محترق الخدين واللحية ويبلغه أن أملاكه قد شب فيها الحارق بالأمس في وضح النهار فهلكت امرأته لكن أولاده نجوا لم يستطع بارشكوف أن يسمد لهذا المصاب الجديد رغم أنه ألف ضربات القدر ففقد عقله وجن ثم مات يحمي دماغيه ثم مات بحمة دماغية بعد شهر واحد وقد بيعت أراضيه المحترقة وبع فلاحه المباثرون لسداد ديونه أما ابنته الصغيرتان وعمرهما ست سنين فقد تكرم أتنازي إيفانوفيتش توتوتسكي فكفلهما تربت البنتان أولا مع أولادي وكيل توتوتسكي وهو موظف محال على التقاعد رب أسرة كبيرة العدد ألمانية فوق ذلك ولم تلبت ناستاسيا أن أصبحت وحيدة لأن أختها الصغيرة ماتت بمرض السعال الديكي أما توتوتسكي الذي كان يعيش في الخارج فلم يلبث أن نسيهما كلتيهما وبعد خمس سنين مرأت نازي إيفانوفيتش بالمنطقة فخطر بباله أن يزور أراضيه هناك فإذا هو يلاحظ في منزله الريفي مع أسرة وكيله الألماني فتاة حلوة عذبة في الثانية عشر من عمرها فتاة فارهة ماهرة ذكية لطيفة تبشر بأنها ستكون في المستقبل بارعة الجمال لقد كان توتوتسكي في هذا المجال رجلا ذا خبرة وتجربة لا يخطئ ظنه ولا يخيب فأله ولم يقضي في أراضيه هذه المرة إلا بضعة أيام لكن اتسع وقته مع ذلك لأن يتخذ إجراءاته فحدث تغير كبير في تنشئة الفتاة وتعليمها جئ لها بمربية سويسرية هي إمرأة محترمة متقدمة في السن لها خبرة في التربية والتعليم مثقفة قادرة على أن تعلم عدى اللغة الفرنسية علوما شتى سكنت المربية السويسرية في المنزل الريفي وصارت عليم الصغيرة ناستايا بخطة سريعة فلما انقضت أربع سنوات حتى انتهت دراسة ناستايا سافرت المربية فجاءت عندئذ سيدة هي ملاكة لها أطيان تجاور أرضا يملكها توتوتسكي في إقليم نائي جاءت هذه السيدة فأخذت ناستايا تنفيذا لأوامر أتنازي إيفانوفيتش وعملا بسلطات خولها إياها إن في تلك الأرض الصغيرة التي يملكها توتوتسكي جناحا إن يكون صغيرا فإنه حديث البناء مؤثة تأثيثا جميلا فيه ضوق وفيه أناقة وكان من المصادفات التي تشبه العمد أن تلك القرية نصفها كان اسمها هذا الاسم الموحي أوترادونوي أخذت السيدة الفتاة إلى ذلك المسكن الهادئ رأسا ولما كانت طارها هي قريبة من ذلك المسكن وكانت أرملة لا ولد لها فقد أقامت مع الفتاة وكان في خدمتي ناستايا هناك إمرأة تتولى أعمال الإنفاق والحساب وخادمة شابة لكنها ذات تجربة وخبرة وكان المسكن الشعلي يضم أدوات موسيقية ومكتبة مختارة تناسب الفتيات ولواحات وصورا محفورة على الخشب وأقلاما ومناقش وألوانا وكان يضم كذلك كلبة سلوقية جميلة وبعد أسبوعين وصل أتنازي إيفانوفيتش بنفسه ومنذ ذلك اليوم أصبح يؤثر تلك القرية الصغيرة المعزولة التائهة في السهوب إيثارا عظيما فكان يأتيها كل صيف يقضي فيها شهرين أو ثلاثة أشهر في بعض الأحيان وانقضى على هذا النحو زمن طويل هو أربع سنين هادئة وادعة سعيدة في جو من طرف البذخ وحسن الضوق وفي ذات يوم من مطالع الشتاء بعد نحو أربعة أشهر من إحدى إقامات التنازي الصيفية في أوترادونوي وهي إقامة لم تطل في تلك المرة أكثر من خمسة عشر يوما جرت شائعة أو قل سمعت ناستاسيا فليب بوفنا شائعة تقول إن توتوتسكي على وشك أن يتزوج ببيترسبورغ فتاة جميلة غنية نبيلة المحتد أي أن يتزوج زواجا يناسبه اتضح فيما بعد أن الشائعة غير صحيحة من بعض النواحي فالزواج لم يكن إلا فكرة أو مشروعا وما يزال كل شيء غامضا مبهما ومع ذلك ولد هذا الحادث اضطرابا كاملا وبلبلة تامة في حياة ناستاسيا فليب بوفنا وصرعان ما برهنت على أنها تملك إرادة حازمة وعزيمة قوية وصلابة لم تكن في الحسبان فإذا هي تترك مسكنها الريفي الصغير بلا تردد وتسافر إلى بيترسبورغ وتمضي على الفور وحيدة إلى توتوتسكي ذهل توتوتسكي وأراد أن يوضح لها بعض الأمور وأن ينتحل لنفسه الأعذار لكنه أدرك منذ الكلمات الأولى تقريبا أن عليه أن يغير تغييرا تاما طريقة كلامه ونبرة صوته وموضوعات حذيثه الممتعة الأخ خادة التي أصابت حتى ذلك الحين نجاحا كبيرا وأن يغير منطقه نفسه أن يغير كل شيء كل شيء إن أمامه الآن إمرأة أخرى لا تشبه المرأة التي كان قد عرفها حتى ذلك الحين والتي تركها في شهر تموز يوليو بقرية أوترا دونوي لقد اتضح قبل كل شيء أن هذه المرأة الجديدة تعرف وتفهم أشياء كثيرة أشياء تبلغ من الكثرة أن المرأة يتساءل أين عساها حصلت مثل هذه المعارف وكيف استطاعت أن تكون آراء واضحة هذا الوضوح كله هل يمكن أن يكون ذلك قد تم لها في مكتبتها التي هي مكتبة فتيات وكأن هذا كله لم يكن كافيا أيضا فهي تفهم الشؤون القضائية كذلك أكمل الفهم وفي ذهنها تصورات واضحة وضوحا كبيرا إن لم يكن عن المجتمع كله فمن الطريقة التي تجري بها بعض الأمور فيه ثم إن طبعها الآن ليس طبعا في الماضي لقد زايلها ذلك النوع من الخشياء لقد تحررت من ذلك الوجل المبهم الغامض الذي تتصف بمثله بناة المدارس الداخلية وتحررت من تلك الاندفاعات السادجة الحلوة التي يلطفها في بعض الأحيان حزن وقلق وخوف يمضي إلى حد درف الدموع لا إن أمام توتوتسكي الآن امرأة لم يسبق أن تصورها في هذه الصورة امرأة غريبة عجيبة تضحك مقهقهة بأعلى صوتها وتمطره بوابل من سخريات مسمومة امرأة تعلن له صراحة بأنها لم تشعر نحوه في يوم من الأيام بعاطفة غير عاطفة الاحتقار العميق الذي يبلغ مبلغ التقزز الباعث على الغثيان وهو تقزز ملأ نفسها بعد انقضاء شعور الدهشة الأولى فورا إن هذه المرأة الجديدة تعلن له أنها لا يهمها في شيء أن يتزوج حالا أي امرأة ولكنها مع ذلك قد جاءت بدافع الشر الشر وحده يحول بينه وبين هذا الزواج لا لشيء إلا لأنها تجد في ذلك مصرة فلا يمكنها إلا أن تستجيب لنداء هذه المصرة قالت له هب ذلك تسلية على حسابك لقد آن لي أخيرا أن أضحك أنا أيضا بهذه الألفاظ إنما عبرت عن نفسها على الأقل قد لا تترجم هذه العبارات كلما في قرارة فكرها ولكن بينما كانت نستاسيا فليببوفنا الجديدة تضحك ضحكا مجلجلا وهي تبسط حججها وتبذي أسبابها كان أتانازي إيفانوفيتش يدرس الموقف بينه وبين نفسه ويحاول أن يضع شيئا من النظام والترتيب في خواطره وأفكاره ودامت هذه الدراسة مدة طويلة فقد أنفق فيها أتانازي إيفانوفيتش قرابة أسبوعين ولكنه في ختام هذين الأسبوعين كان قد عزم أمره واتخذ قراره يجب أن لا ننسى أن أتانازي إيفانوفيتش كان عمره في ذلك الأوان نحو خمسين عاما وكان رجلا مهيبا رصينا وكان ذا وضع اجتماعي قوي راسخ وكان مركزه في المجتمع الراقي يقوم على أسس متينة مضمونة كان أتانازي إيفانوفيتش يحب ويقدر أكثر من أي شيء في العالم شخصه وراحته ورخاءه ودعتاه كان يلق ذلك برجل له مثل تلك المزايا العالية فأي إذثراب يعكر الصفو بل أي قلق يعتري مجرى الأمور كان شيئا لا يمكن أن يقبله أو أن يحتمله تنظيما للحياة ساهم عمرا كاملا في إقامته وترسيخه وسرعان ما أوحت إلى توتوتسكي تجربته الواسعة وحصافة رأيه وصدق حكمه أنه أمام إمرأة فريدة قادرة على أن تحقق وعيدها وأن تنفذ تهديدها لا سيما وأنها لا تحرص على شيء في هذا العالم وأنها لا سبيل إذن إلى إغرائها لا لا واضح أن الأمر هنا أمر آخر تماما إنها هنا نوعا من اختلاط عاطفي واستياء خيالي روائي ليس له سبب واضح ولا موضوع معين إنها هنا رغبة في الاحتقار لا يرتوي لها ضمأ ولا تقف عند حد إنها هنا شيئا سخيفا كل السخف شيئا فضا غليظا جافيا لا يمكن قبوله في المجتمع الراقي المهذب شيئا هو بالنسبة إلى رجل شريف كريم من عند الله كان يمكن طبعا أن تعين توتوتسكي ثروته وعلاقته فتتيح له بسهولة أن يقوم بعمل من تلك الأعمال الخبيثة الصغيرة البارئة كل البراءة التي يمكن أن تخرجه من المأزق وتخلصه من الورطة وكان واضحا من جهة أخرى أن ناستاسيا فليب بوفنا لا تقدر أن تفعل أي شيء ضده ولو من ناحية قانونية قضائية لا ولا تستطيع أن تثير فضيحة ذات بال لأن من السهل على أتانازي إيفانوفيتش أن يجعلها تخفق لا محالة ولكن ذلك كله إنما يصدق إذا تصرفت ناستاسيا فليب بوفنا تصرف جميع الناس في أمور كهذه الأمور ولم تبتعد كثيرا عن القاعدة ولكن نفاذ البصيرة وسداد الرأي وحصافة الحكم إنما خدمت أتانازي إيفانوفيتش في هذا المجال فلقد استطاع أن يحزر أن ناستاسيا فليب بوفنا تدرك هي نفسها إدراكا كاملا أنها عاجزة من الناحية القانونية القضائية واستطاع أن يحزر أن في ذهنها شيئا آخر غير ذلك وذلك ما كان يفضحه سطاع عينيها وباريق نظراتها إنها لعدم حرصها على شيء البتة ولعدم حرصها حتى على شخصها لابد أن يكون توتوتسكي على جانب كبير من الذكاء ونفاذ البصيرة ليدرك في تلك اللحظة أن ناستاسيا أصبحت منذ مدة طويلة لا تحفل بشخصها البتة ولا تقيم لمصارها أي وزن لابد لي توتوتسكي المستهتر المستخف الذي لا يصدق شيئا ولا يؤمن بشيء غير مباهج الحياة الاجتماعية لابد له خاصة من كثير من الذكاء ونفاذ البصيرة ليؤمن بأن عاطفة ناستاسيا تلك جد لا هزل أقول إن ناستاسيا فليب بوفنا لعدم حرصها على شيء البتة ولعدم حرصها حتى على شخصها كانت قادرة على أن لا تحجم عن تحطيم حياتها تحطيما لا رجعة عنه وعن تدمير وجودها بأسوأ الأساليب ولو اقتضى الأمر أن تذهب إلى سيبيريا لا لشيء إلا التلذذ بإهانة وإيذاء الرجل الذي تكرهه كرها يفوق طاقة الإنسان على الكره لم يخفي أتنازي إيفانوفيتش في يوم من الأيام أنه جبان بعد الجبن وكان يسمي هذا الجبن محافظة لذلك كان لابد أن يروعه أو أن يتصور أن يقتل أمام الهيكل أو يقع له حادث آخر من هذا النوع على مرءا من الناس حادث غير مستحب وغير لائق على أن اغتياله أو إصابته بجرح أو تلقيه بسقة في وجهه أمام الملأ أو وقوع أي حادث له لم يكن يهمه بقدر ما كانت تهمه طريقة وقوعه وصورة حدوثه على هذا النحو الذي لا يمكن أن يعد طبيعيا ولا يمكن أن يعد لائقا مهذبا وبهذا نفسه إنما كانت تهدده نستاسيا فليب بوفنا ولو تهديدا مضمرا حتى الآن كان يعلم أنها تعرفه معرفة عميقة وأنها ستعرف أين تهوي عليه بضربتها وإذ إن ذلك الزواج كان ما يزال فكرة أو مشروعا فإن أتنازي إيفانوفيتش خضع وتراجع وأدعن واستسلم أمام نستاسيا فليب بوفنا وهناك أمر آخر سهل عليه اتخاذ هذا القرار إن من الصعب على المرء أن يتصور مدى الاختلاف بين نستاسيا فليب بوفنا الجديدة وبين نستاسيا فليب بوفنا القديمة حتى من ناحية الجسد إن نستاسيا لم تكن في الماضي إلا بنية حلوة جدا أما الآن آه إن توتوتسكي قد ظل مدة طويلة لا يغفر لنفسه أنه نظر إليها أربع سنين دون أن يراها حتى رؤيتها صحيح أن انقلابا في صلاتهما يبلغ ذلك المبلغ من المباغتة والمفاجأة لابد أن يكون له شأن في هذا لكن توتوتسكي قد تذكر لحظات خطرت بباله فيها أفكار غريبة حين كان ينظر إلى عينيها فكأنه يجس في أعماقها سرا خفيا مظلما لا يدري ما هو كانت تلك النظرة تحضق إليه وتثبث عليه وكأنها تعرض له لغزا أو أحجية أو تلصما وكثيرا ما خطف بصره في أثناء السنتين الأخيرتين إنكفاء لون نستاسيا فليب بوفنا كانت في بعض الأحيان تشحب شحوبا رهيبا والشيء الغريب أن هذا كان يزيدها جمالا كان توتوتسكي وهو في هذا يشبه أمثاله من السادة العجائز العابثين اللاهين القاصفين كان في الماضي ينظر نظرة إزدراء إلى استيلائه السهل على فتاة بسيطة دون خبرة أو تجربة ولكنه كان قد غير رأيه قليلا في الآوينة الأخيرة ومهما يكون من أمر فإنه قد قرر منذ الربيع الماضي أن يقف على نستاسيا فليب بوفنا مهرا سخيا وأن يسرع في تزويجها برجل محترم وسعين الصدر رحبين الفكر له مركز في إقليم آخر آه ما أفضع استهزاء نستاسيا فليب بوفنا الآن بتلك الفكرة وسخريتها منها أما الآن فإن أتنازي إيفانوفيج وقد فتنته جدة الموقف وأغواته قال لنفسه إن في إمكانه أن يستطمر هذه المرأة الشابة من جديد فقرر أن يجعل إقامتها ببيترسبورغ وأن يحيطها بالطرف والرخاء والبذخ ذلك عاد أن في وسعه أن يفتخر في بعض الأوساط باستلائه على إمرأة كهذه المرأة وأن يستمد من ذلك اعتزازا ومباهاتا وظهورا إنقضت خمس سنين على إقامة نستاسيا فليب بوفنا ببيترسبورغ وتوضحت في أثناء ذلك الوقت أمور كثيرة إن وضع أتنازي إيفانوفيج ليس فيه ما يطمئن وأسوأ ما في الأمر أنه وقد خاف مرة استبد به الخوف حتى أصبح لا يستطيع التخلص منه كان خائفا حتى دون أن يعرف كثيرا مما هو خائف كل ما هناك أنه كان يخشى نستاسيا فليب بوفنا وفي خلال بعض الوقت أثناء السنتين الأوليتين أخذ يظن أن نستاسيا فليب بوفنا تحاول أن تتزوجه كان يفسر صمتها عن رغبتها هذه بأنه كبرياء شديدة منها وكان مقتنعا بأنها تنتظر أن يفاتحها في الأمر نافذة الصبر ذلك تصور غريب في الواقع غير أن أتنازي إيفانوفيج أصبح كثير الضنون والهواجز فكان إذا صورته هذه الفكرة يتجهم وجهه وتأخذ تدور في رأسه خواطر فقيلة حتى إذا اقتنع فجأة في ذات يوم من الأيام بمناسبة حادث من الحوادث أنه لو عرض عليها أن يتزوجها لرفضت أن تتزوجه دهش دهشة شديدة بل شعر بشيء من الأسف والحسرة ذلك هو قلب الإنسان ولم يسلم بهذه الحقيقة إلا بعد مدة طويلة هذه المرأة الخيالية الشادة قد بلغ من الحدة والغلو أنها تفضل أن تعبر عن احتقارها دفعة واحدة برفض على أن تضمن لنفسها وضعا مستقرا ببلوغ مرتبة لا تأملها وأسوأ ما في الأمر أن ناستاسيا فليب بوفنا أصبحت تسيطر على الموقف مزيدا من السيطرة شيئا بعد شيء لقد قاومت كل إغراء من نوع مادي مهما تكون ضخمته وهي رغم قبولها ما أحيطت به من طرف وبدخ كانت تعيش حياة متواضعة ولم تكد تدخر شيئا من مال خلال هذه السنوات الخمس وقد تجرأ أتنازي إيفانوفيتش فعمد إلى حيلة بارعة كل البراعة لطيفة كل اللطف لتحطيم سلاسلها وفك أغلالها فحاول بمعاونات ذكية حاضقة على نحو خفي محكم لبق أن يفتنها بمغريات مثالية ولكن لا الأمراء ولا الفرسان ولا سكرتيري السفارات ولا الشعراء ولا الروائيين حتى ولا الاشتراكيون أم كان أن يؤثروا فيها أي تأثير لكأن قلبها من حجر ولكأن عواطفها قد جفت وماتت إلى الأبد كانت تعيش حياة أميل إلى الإنزواء تقرأ وتطالع وتدرس وتهوى الموسيقى كانت علاقاتها قليلة وكانت تنصرف بإيثارها إلى نساء طاعنات في السن سخيفات من زوجات الموظفين وكانت تعرف ممثلتين وتعرف عددا من عشائز طيبات أخريات وكانت تتردد على أسرة كثيرة الأولاد هي أسرة معلم طيب من معلمي المدارس الابتدائية وكان أفراد هذه الأسرة يبادلونها الحب ويبتهجون بزياراتها وكثيرا ما كان يجتمع عندها في المساء خمسة أشخاص من معارفها أو ستة وقل ما يزيد العدد عن ذلك وكان توتوتسكي نفسه يحضر صهاراتها حضورا مضطردا وكان الجنرال أيبانشين استطاع في الآوينة الأخيرة بعد شيء من المشقة أن يظفر بزيارة بيت ناستاسيا فليب بوفنا وفي الوقت نفسه تمكن موظف صغير اسمه فريدي تشينكو أن يتعرف عليها بدون أي عناء إنه نوع من مهرج سيء التربية قليل الضوء يدعي خفة الظل وروح الدعابة ويميل إلى الشراب والسكر وكانت ناستاسيا تستقبل كذلك شابا غريبا اسمه بيت تسين هو فتى متواضع مرتب يعتني به ندامه كان فقيرا بائسا فلما تخلص من الفقر والبؤس أصبح مرابيا وفي الآوينة الأخيرة تعرفت ناستاسيا على جابرييل أرديالونيتش يجب أن نذكر أخيرا أن سمعة عجيبة كانت تحيط بناستاسيا فليب بوفنا إن جميع الناس يعرفون جمالها ولكن لا شيء غير ذلك وما من أحد كان يمكنه أن يتباهى بأنه حظي منها بشيء ولا كان هناك أحد يمكن أن يروي عنها أي قصة فهذه السمعة وما تمتاز به ناستاسيا من ثقافة ومن رشاقة ومن فكر ذلك كله قد أوحى إلى أتانعزي إيفانوفيج بخطة ما وفي تلك الفترة من الزمن إنما يقع التدخل النشيط الفعال الذي قام به الجنرال أيب بانتشين في القصة كلها حين سأل توتوتسكي صاحبه الجنرال بكثير من اللطف والمودة أن يسدي إليه النصيحة التي يسديها صديق إلى صديقه في أمر زواج بإحدى بناته فإنه قد فتح له قلبه بصدق كامل وصراحة تامة فقال إنه عزم أمره إنه عزم أمره على أن يحجم عن استعمال أي وسيلة من الوسائل في سبيل الحصول على حريته وإنه لم يعد نفسه في أمان ولو وعدته ناستاسيا فليب بوفنا بنفسها بأنها ستدعوه هادئا في المستقبل وأن الأقوال أصبحت لا تكفيه فلابد له من ضمانات أكيدة وكفالات تامة وناقش الرجلان الأمر فقرر أن يعمل متكاتفين اتفق أولا على أن يستعمل ألطف الأساليب وأن يضرب على أنبل أوتار النفس الإنسانية إن صح التعبير فذهب إلى ناستاسيا فليب بوفنا وأسرع توتوتسكي يتكلم عما في الموقف من سوء لا يطاق أقر بأنه آثم مذنب في كل أمر من الأمور ولكنه اعترف صراحة بأنه من حيث هو رجل شديد الشبقي عاجز عن السيطرة على نفسه لا يستطيع أن يشعر بندامة فيما يتعلق بالخطيئة الأولى التي ارتكبها وقال إن في نيته أن يتزوج وأنها تملك بين يديها مصير هذا الزواج المناسب إلى أقصى حد وأنه يستنجد بشهامتها ونبل قلبها وتكلم الجنرال هو أيضا بصفته أبا فقال كلاما معقولا متزينا تحاشى فيه أن يستدر العطف والحنان ولكنه ذكر أنه يعترف لها كل الاعتراف بحقها في تقرير مصيري التنازي إيفانوفيج ولم يفوته مع ذلك أن يبرز مذلته في كثير من الكياسة ذاكرا أن مصير ابنته وربما مصير ابنتيه رهن بما تتخذه هي من قرار فلما سألت ناستاسيا فليب بوفنا مستفهمة عما يراد منها على وجه الدقة اعترف توتسكي صادقا ذلك الصدق نفسه بأنها قد بلغت من تخويفه وترويعه منذ خمس سنين أنه أصبح لا يستطيع أن يشعر بطمأنينة كاملة وأمان تام إلا إذا وافقت ناستاسيا فليب بوفنا هي نفسها على زواجه وأسرع يضيف إلى ذلك أن هذا الذي يحيبه يكون سخيفا لولا أنه مستند إلى أسباب قوية ومدعم ببواعث متينة فقد لاحظ بوضوح كامل وعرف معرفة أن شابا من أسرة طيبة جدا ومحترمة جدا شابا تعرفه وتستقبله في دارها هو غابرييل أرديالونيتش إفلوجين موله بحبها منذ مدة طويلة ويتمنى أن يحظى بعطفها ولو دفع نصف حياته ثمنا لذلك وهذه الاعترافات إنما أسر بها غابرييل أرديالونيتش منذ زمن طويل إليه أتنعزي إيفانوفيتش صادقا مخلصا بكل ما يحمله له من صداقة وبكل ما يزخر به قلبه الشاب من اندفاع وحرارة كما أن إيفان فيدوروفيتش حامل فتى يعرف الأمر منذ مدة هو أيضا ومن حق أتنعزي إيفانوفيتش أن يظن إلا إذا أخطأ ظنه أن عواطف الفتى لا تجهلها نستاسيا فليب بوفنا أيضا حتى لقد خيل إليه أنها تظهر بعض الرضا عنها وبعد الترحيب بها وطبيعي أنه يصعب ذلك على أي إنسان آخر لكن إذا شاءت نستاسيا فليب بوفنا أن تصدق أنه عدى مصلحته الأنانية ورغبته في تنظيم حياته قد يريد لها الخير فلا بد أن تدرك أن عزلتها تبدو له منذ مدة طويلة غريبة وأليمة وهو واثق بأن هذه العزلة ليست إلا ظلمات كثيفة وأنها ناشئة عن القفر بإمكان أن يجدد المرء حياته ولكنه مؤمن بأن حياتها يمكن أن تنبعث إنبعاثا رائعا بالحب والأسرة الذين سيضيفان عليها معنا جديدا وأضاف أتنازي إيفانوفيتش يقول إن مواهبا قد تكون لامعة تضيع عندها وإن رضاها هذا عن حزنها وبأسها أي هذا النوع من الرومانسية لا يتفق والحس السليم ولا يناسب وما تتحلى به نفس نستاسيا فليب بوفنا من نبل وبعد أن قرر مرة أخرى أن الكلام في هذا الأمر يشق على نفسه أكثر من أي إنسان آخر ختم حديثه قائلا إنه لا يملك إلا أن يأمل أن لا تستقبل نستاسيا فليب بوفنا بالاحتقار والإزدراء رغبته الصادقة في أن يكفل لها مستقبلها وأن يقدم إليها رأس مال مقداره 75 ألف روبيل وأضاف معلقا أن هذا المبلغ مكتوب لها في وصية فلا داعي إلى أن تعده تعويضا أو شيئا من هذا القبيل ولا داعي على كل حال إلا أن لا يصدق المرء وأن لا يغفر هذه الرغبة الإنسانية في تخفيف عذاب الضمير إلى آخره إلى آخره الخلاصة أن أتنازي إيفانوفيتش قال كل ما يحسن أن يقال في مثل هذه الأحوال ولقد تكلم أتنازي إيفانوفيتش مدة طويلة ببلاغة وفصاحة وأشار عرضا وهذا أمر هام جدا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجيء فيها على ذكر مبلغي الخمسة والسبعين ألف روبيل فما من أحد على الإطلاق سمع عن هذا من قبل حتى ولا إيفانوفيتش وتكلمت ناستاسيا فليب بوفنا فأذهل جوابها الرجلين فلا شيء فيها الآن مما كان يسود كلامها من سخرية وعداوة وكره ولا شيء من تلك الضحكة التي كانت ذكرها وحدها تجمد توتوتسكي رعبا بالعكس إن المرأة لا يحس بأنها تكاد تكون سعيدة من قدرتها أخيرا على أن تجري مع أحد الناس حديثا فيه إخلاص وصراحة وفيه مودة وصداقة واعترفت بأنها كانت تتمنى منذ مدة طويلة أن تحصل على نصيحة من صديق وأن الكبرياء وحدها هي التي منعتها من طلب النصح حتى الآن أما وقد تكسر الجليد فلا شيء يمكن أن يبهجها وأن يسعدها أكثر من ذلك لقد بدأت ناستاسيا فليب بوفنا كلامها وهي تبتسم ابتسامة حزينة ثم ضحكت من كل قلبها حين قالت إنها لن تثير زوبعة كالزوبعة التي أثارتها في الماضي وإنها على كل حال قد غيرت رأيها في أمور كثيرة منذ مدة طويلة وإنها رغم أن قلبها لم يتغير لا تملك إلا أن تعترف بالأمر الواقع فما حدث قد حدث وما مضى قد مضى حتى إنها لا يدهشها بقاء هذا الرعب في نفس أتنازي إيفانوفيتش إلى الآن ثم اتجهت بالكلام إلى إيفان فيدوروفيتش فقالت له باحترام العميق أنها قد سبق أن سمعت عن بناته وأنها تمحضهن منذ مدة طويلة أصدق الاعتبار وأعمق الاحترام وأنها لتشعر بسعادة واعتزاز متى تصورت أن في وسعها أن تنفعهن في شيء ولقد كان صحيحا كذلك أن حياتها في تلك الآوينة كانت شقة كالحة كالحة إلى أبعد الحدود لقد حزر أتنازي إيفانوفيتش أحلامها نعم إنها تود لو تنبعث من جديد إن لم يكن بالحب فبالحياة في أسرة مع الشعور بغاية جديدة لكنها لا تكاد تستطيع مع ذلك أن تقول شيئا عن موضوع جابرييل أرديالونيتش صحيح أنها يبدو لها أنه يحبها وصحيح أنها تشعر من جهتها بأنه كان يمكنها أن تحبه لو آمنت بمتانة تعلقه وقوة ارتباطه ولكن هبه صادقا فإنه ما يزال شابا صغيرا ومن الصعب اتخاذ قرار وعلى كل حال فإن ما يعجبها فيه أكثر من أي شيء آخر هو أنه يعمل وأنه يعول أسرة بكاملها وقد سمعت عنه أنه شاب نشيط فعال عزيز النفس ذو أنفة طموح طواق إلى الارتقاء كما سمعت أن نينا أليكساندروفنا إفلوجينا أم جابرييل أرديالونيتش امرأة جديرة بالإعجاب خليقة بالاحترام من جميع النواحي وأن أخته باربارا أرديالونوفا فتاة نشيطة فعالة ممتازة هي أيضا لكن لقد كلمها بيتتسين كثيرا عنهم وهي تعرف أن الأسرة كلها تتحمل أنواع الشقاء مريحة متفائلة وهي تود أن تتعرف إلى هذه الأسرة ولكن بقي عليها أن تعرف هل تحسن هذه الأسرة استقبالها وهل ترحب بها الخلاصة أنها على وجه الإجمال لا تعارض فكرة هذا الزواج لكنها ترى أن الأمر يستحق مع ذلك تفكيرا جديا فهي تتمنى لهذا ألا تستحث على الإسراع كثيرا أما فيما يتعلق بالخمسة والسبعين ألف روبيل فإن أتانازي إيفانوفيج قد أخطأ حين تحرج من الكلام عليها فهي تعرف قيمة المال حق معرفتها وهي لذلك تقبل هذه الهدية مغتبطة وشكرت لأتانازي إيفانوفيج أيضا أنه كان رقيق الشعور فلم يقل عن هذا الأمر كلمة واحدة لا للجنرال ولا لجابرييل أرديالونيج ولكنها تساءلت لماذا لا يطلع جابرييل على ذلك سلفا هو أيضا فإنها لن تشعر بأي خجل من هذا المال حتى تصبح عضوا في الأسرة ثم إنها لا تنتوي أن تعتذر لأي إنسان على أي شيء وتحرص على أن يعرف هذا وهي لن تقبل أن تتزوج جابرييل أرديالونيج إلا حين تقتنع بأنه لا يضمر أي فكرة سيئة عنها لا هو ولا أسرته ومهما يكون من أمر فهي لا تشعر بأنها آثمة في شيء وهي تود أن يطلع جابرييل أرديالونيج على ظروف حياتها أثناء هذه السنين الخمس بمدينة بيترسبورغ وعلى صلاتها بأتنازي إيفانوفيتش وعلى الثروة التي استطاعت أن تجنيها وهي أخيرا إن قبلت هذا المال فلا تقبله ثمنا لعارها الذي لا تحس أنها مسؤولة عنه وإنما تقبله تعويضا عن تحطيم حياتها وقد بلغت من الحمسة والحرارة والحمي أثناء تضفق لسانها بهذا الكلام كله وذلك أمر طبيعي جدا على كل حال أن الجنرال آيبانتشين شعر بارتياح كبير واعتبر القضية منتهية أما توتوتسكي المروع المضعور إلى الآن فإنه لم يصدق هذا الكلام تصديقا تاما وظل يخشى أن يكون تحت الأزهار أفعى ومع ذلك بدأت المباحثات بين الصديقين فكانت النقطة التي تعتمد عليها حيلتهما أعني أن تتولها ناستاسيا فليب بوفنا بحب جانيا كانت هذه النقطة تتوضح وتتأكد شيئا بعد شيء حتى أن توتوتسكي بنفسه كان يصل في بعض الأحيان إلى الاعتقاد بحظ هذا النجاح وفي أثناء ذلك جرى حديث بين ناستاسيا فليب بوفنا وبين جانيا حديث لم يتبادل فيه إلا كلاما قليلا فكأن حياء ناستاسيا وخفرها كان يصدانها عن الكلام ومع ذلك قبلت حبه وارتضته لكنها أسرت على أن تعلن له أنها لا تريد أن ترتبط بأي عهد وأنها إلى أن يتم الزواج إذا تم تحتفظ لنفسها بحرية أن تقول لا حتى آخر لحظة ومنحت جانيا هذه الحرية نفسها على كل حال وسرعان ما علمت جانيا علم اليقين بفضل مصادفة مواتية أن اعتراض أسرته كلها على هذا الزواج واعتراضها على شخص ناستاسيا فليب بوفنا نفسها كانت ناستاسيا فليب بوفنا تعرفه بجميع تفاصيله ومع ذلك لم تكلمه عنه في يوم من الأيام مع أنه كان يتوقع أن تفاتحه فيه كل يوم على أن هناك أشياء كثيرة أخرى ينبغي أن نقولها في هذه الظروف وهذه الأحداث التي أثارها مشروع الزواج هذا والتي أثارت المباحثات بين الصديقين ولكننا قد استبقنا منذ الآن أمورا كثيرة لسيما وأن بعض الظروف لم تكن تبدو في ذلك الأوان إلا شائعات غامضة جدا من ذلك ما قيل من أن توتوتسكي قد علم لا أدري من أين أن ناستاسيا فليب بوفنا أصبحت لها علاقة سرية غير محددة المعالم ولا واضحة الغايات بالآنسات إبانتشين وهي شائعة لا يمكن أن يصدقها العقل وفي مقابل هذا صدقت توتوتسكي رغم إرادته شائعة أخرى أخذت تسبب له في الليل أحلاما ثقيلة وكوابيسا مرهقة لقد أكد له بعضهم أن ناستاسيا فليب بوفنا كانت على علم كامل بأن جانيا لن يتزوجها إلا في سبيل المال وحده وإنه إمرء حقير النفس أسود القلب شديد الطمع قليل الصبر حسود لا يحب إلا نفسه ولا يسعى إلا وراء مصلحته وقيل إن ناستاسيا قد علمت كذلك أن جانيا إن كان قد سعى إلى الظفر بها في الماضي عاشقا مولهان فإنه منذ اليوم الذي قرر فيه الصديقان أن يستغل غرامه لمصلحتهما ببيعه ناستاسيا فليب بوفنا زوجة شرعية له قد أخذ يكرهها كرها شديدا ويبغضها بغدا قويا فكأنها كابوس ثم اختلطت الشهوة والكراهية في نفسه اختلاطا عجيبا حتى إذا قرر أخيرا بعد تردد طويل أليم أن يتزوج هذه المرأة الفاسدة كان في قرارة نفسه قد حلف لا ينتقمن منها شر انتقام ولا يجعل أنها تدفع ثمن ذلك كله غاليا باهضا وقيل إن ناستاسيا فليب بوفنا كانت على علم بكل شيء وإنها كانت تدبر في الخفاء أمرا وقد بلغ توتسكي من الخوف أنه أصبح لا يطلع أي بانتشين على هواجسه وعلى ما يحس به من نذر شؤم ومع ذلك كان في بعض اللحظات يسترد ضربات تجأشه ويستعيد تفاؤله ونشاطه وانتعاشه كما يقع هذا لكل إنسان ذلك ما حدث له مثلا حين وعدت ناستاسيا فليب بوفنا أصدقاءها أخيرا بأن تعلن لهم كلمتها الأخيرة في مساء الاحتفال بعيد ميلادها غير أن هناك شائعة أخرى شائعة تتعلق بالمحترم إيفان فيدوروفيتش نفسه كانت تتأكد شيئا بعد شيء إدواء سفعه كان ذلك يبدو من النظرة الأولى جنونا محضا لقد كان من الصعب على المرء أن يصدق أن رجلا مثل إيفان فيدوروفيتش يمكنه في ختام حياته المشرفة الكريمة مع ما يملكه من سلامة الحس وسعة التجربة وغين الخبرة وما إلى ذلك أن يقع هو نفسه في غرام ناستاسيا فليب بوفنا وأن تبلغ نزوته هذه حدا يشبه أن يكون حدا الوله العنيف والهوى الجارف ماذا كان يأمل إن من الصعب على المرء أن يجيب عن هذا السؤال ولعل إيفان فيدوروفيتش كان يعول على التواطئ مع جانيا ومن المعروف أن الرجل الذي يستسلم لهوى جارف ولسيما إذا كان متقدما في السن قد يعمى عماوة كاملة فإذا هو يرى أملا حيث لا أمل وإذا هو يفقد سداد الرأي وصدق الحكم فقدانا تاما وإذا هو يتصرف تصرف صبي مهما يكون عظيم الدكاء كان معروفا أن الجنرال قد هيئ لعيد ميلاد ناستاسيا فليب بوفنا عقدا من اللؤلؤ كلفه مبلغا ضخما وإنه كان يعول على هذه الهدية كثيرا رغم علمه بأن ناستاسيا فليب بوفنا امرأة زاهدة في المنفعة وكان في عشية عيد الميلاد محموما من شدة الاضطراب ولكنه استطاع أن يحسن إخفاء عواطفه بحذق وبراعة وعن ذلك العقد من اللؤلؤ إنما كانت الجنرال آيبانتشين قد سمعت الناس يتحدثون صحيح أن إليزابيت بروكوفيفنا قد استطاعت منذ مدة طويلة أن تدرك خفة زوجها وطيشه حتى لقد ألفت فيه هذه الخفة وهذا الطيش واعتادت عليهما بعض الاعتياد ولكن لم يكن في وسعها طبعا أن تدعى لحادث خطير كهذا الحادث أن يتم إن حكاية اللؤلؤ هذه تهمها إلى أبعد حد وقد أدرك الجنرال الأمر في الوقت المناسب إنه منذ الليلة البارحة قد سمع بضع كلمات ذات دلالة وهو يجس أن مناقشة حاسمة كانت ستقوم اليوم لهذا السبب كان الجنرال في هذا الصباح الذي تبدأ فيه قصتنا لا يشعر بأي رغبة في أن يتناول طعام الإفطار مع الأسرة ولذلك كان قد قرر حتى قبل وصول الأمير أن ينصرف من البيت بحجة العمل وكانت كلمة الإنصراف تعني عند الجنرال في بعض الأحيان الفرار كان لا يطمع في أكثر من أن يقضي النهار ولا سيما الصهرة بدون حادث ينغص عليه صفوة وفجأة وصل الأمير في هذا الوقت المناسب قال الجنرال لنفسه وهو يدخل على زوجته الله أرسله شكرا على متابعتكم وإذا كان يعجبكم مثل هذا المحتوى المرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك ترجمة نانسي قنقر